الكتاب الذي بين يدي هو الإرشاد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 541 لا أريد أن أدخل في تفاصيل الرواية فلقد حدثتكم عنها إنهم البتريون الذين سيخرجون من الكوفة من النجف لحرب صاحب الزمان الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها إلى آخر الرواية يخرج منها البتريون ماذا يقولون لإمام زماننا موطن الشاهد هنا موطن الحاجة هنا ماذا يقولون له فيقولون له ارجع وهم مسلحون عليهم السلاح فيقولون له ارجع ارجع من حيث جئت لماذا فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف إلى آخر الرواية هكذا يقولون لإمام زماننا هؤلاء البتريون الخارجون من النجف الخارجون من الكوفة فيقولون له ارجع ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة هذا الخطاب خطاب المرجئة 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 انهم يريدون الوقوف امام حركة الامام يريدون تأخيره لا يريدون التعجيل انهم المرجئة انهم البترية انهم الواقفة الذين وقفوا عند حدود ضلالهم فلا يريدون ان يتحركوا الى شاطئ الهدى وقفوا عند حدود الغيبة فلا يريدون ان يتحركوا باتجاه الظهور وقفوا عند مشاريعهم الشخصية عند مشاريع زعاماتهم ومرجعياتهم لا يريدون ان يتحركوا باتجاه مشروع امام زمانهم هؤلاء هم الواقفة وهم البترية الذين بتروا عهد الامامة الذين بتروا ولاء علي وآل علي من قلوبهم لو كانوا يوالون فاطمة وآل فاطمة هل يقولون هذا الكلام ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة انهم لا يعتقدون بامامتهم لو كانوا يعتقدون بامامتهم لحتاجوا اليهم هذا هو الذي يتحرك في واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف قطعا في كل مقطع زماني هناك ما يناسبه من درجة هذا المرجع أو ذاك في بتريته أو في حالة وقوفه في حالة واقفيته أو في حالة مرجئيته لكنهم جميعا يشتركون في هذه العناوين كل واحد بحسبه كتبهم دالة على ذلك تأريخهم سيرتهم كلماتهم آثارهم التي خلفوها إلى يومنا هذا إنهم واقفة بترية مرجعة إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة هؤلاء هم المرجئة الذين يؤخرون ظهور الإمام هؤلاء هم البترية الذين بتروا حب فاطمة من قلوبهم لقد بتروا منزلة فاطمة لقد بتروا إمامة فاطمة لقد بتروا قيمومة فاطمة على الدين لقد بتروا وبتروا تأريخ أسود إنها العقائد المرجئية البترية الواقفية الضالة هي هي عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء إنها عقائد الضلال بتمام معنى هذه الكلمة أتحدث عن كلمة الضلال هذه هي النتائج يقولون لإمامهم ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة هؤلاء هم الذين يسيرون في مسار الإرجاء هؤلاء هم الذين يناقضون مسار التعجيل وهذا هو عنوان حديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء تذكروا من أن السر في تعجيل موسى في مضمار السبق والمسارعة تذكروا من أن السر أن نزع حب أهله من قلبه وأن أشرق حب محمد وآل محمد في جوانبه من هنا جاء معجلا جاء مسارعا جاء سابقا وسباقا في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة صفحة 455 من حديث طويل رقم الحديث 435 عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن حركة إمام زماننا باتجاه العراق ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16 ألفا هنا حركت من البترية من البترية البترية هذا التحريك ليس تحريكا صحيحا هذا التشكيل تشكيل خاطئ فيخرج منها 16 ألفا ألفا من البترية شاكين في السلاح إنهم خرجوا بكل أسلحتهم من هم هؤلاء قراء القرآن قراء القرآن أو قراء القرآن بحسب الموضع الإعرابي المعنى واحد قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم قرحوا جباههم من العبادة أكانوا صادقين في العبادة أم لم يكونوا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم تشمير الثياب علامة لإستعدادهم للحرب والمواجهة وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يابن فاطمة يعرفونه يابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك إلى آخر الرواية التي وردت عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه هذه أوصافهم شاكين في السلاح خرجوا بكل أسلحتهم قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك هؤلاء هم المرجئة الذين أتحدث عنهم هؤلاء لم يكن وجودهم بشكل مفاجئ وجودهم استمرار لوجود الأجيال التي سبقتهم هؤلاء لا يخرجون نبعا من الأرض في تلك اللحظة إنهم قراء القرآن في زمانهم إنهم فقهاء الدين إنهم وإنهم ولكنهم منافقون هم مرجئة المرجئة منافقون هم بتريون البتريون منافقون هم واقفة الواقفة منافقون لذا فإن الإمام هكذا يقول أتحدث عن إمامنا الباقر يقول وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك في بحار الأنوار في الجزء الثاني والخمسين إنها طبعة مؤسسة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 387 رقم الحديث 205 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه أصحابه من الشيعة إنهم المرجئة أصحابه هم النجفيون هم أصحاب العمائم ومن يقلدهم ويتابعهم من شيعة العراق من أبناء النجف وغير النجف يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه أصحابه من المراجع والناس معه عامة الشيعة معه والناس معه وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم الإمام الحجة يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ما هؤلاء الخطباء يجمعون الدولارات ويتزوجون نساء الشيعة زواجا مؤقتا عبر تواجدهم في المواكب والحسينيات وهم يتحدثون عن ظلامة محمد وآل محمد يتاجرون بها الإمام الحجة هو الذي يقول لهم من أنني مظلوم مقهور فماذا يقولون له فيقولون ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبرناكم ارجع إلى بقية تفاصيل الرواية هذه الروايات قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة ولذا لن أقف عندها طويلا وإنما أشير إلى موطن الحاجة منها فقط هؤلاء هم المرجئة الذين يريدون تأخير الظهور الإرجاء التأخير المرجئة المؤخرة هؤلاء هم البترية كما وصفتهم الروايات هؤلاء هم الواقفة الذين وقفوا عند حدود الغيبة وما تحركوا باتجاه مرحلة الظهور مثل ما وقفوا عند حدود مرحلة التنزيل وحبسوا أنفسهم في هذه المرحلة ولذا قلوبهم تميل إلى نواصب سقيفة بني ساعد لأنهم على نفس الهوى تتنفر قلوبهم من أحاديث العترة لماذا؟ لأن أحاديث العترة تنسجم مع مرحلة التأويل وهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وقفوا هناك فلا تتناغم قلوبهم مع حديث العترة الذي ينسجم مع مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيئة الغدير من هنا سلطوا على هذه الأعاديث ما أخذوه من النواصب الذين حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل ما أخذوه من علم رجال وعلم دراية وعلم أصول أتحدث عن أصول الفقه وعلم كلام وعلم تفسير كل هذا أخذوه من نواصب سقيفة بني ساعدة واطمأنت قلوبهم إليه لماذا؟ لأنهم حبسوا أنفسهم في الزنزانة نفسها في مرحلة التنزيل هذا هو واقع مراجع الشيعة على طول زمان الغيبة الكبرى هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء في هذه اللحظة وليس في غيرها وهو استمرار لما تقدم من قرون منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة الإمام يدعوهم ويناشدهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويحاججهم ولكنهم ماذا يقولون له يقولون له ارجع من حيث لا حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبرناكم فيتفرقون من غير قتال إلى يوم الجمعة الرواية طويلة ارجع من حيث شئ لا حاجة لنا فيك هذا هو منطق المرجئة منطق المرجئة الذين يريدون تأخير الظهور لا يريدون تعجيله التعجيل لن يكون تعجيلا إلا أن نأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم ذكره في حديث موسى هل أتاك حديث موسى علينا أن نتدبر في حديث موسى هل أتاك حديث موسى ماذا أمره الله أن يخلع عليه وماذا سيكون بعد ذلك بعد أن يخلع عليه لابد أن يشرق حب محمد وآل محمد في قلبه وإلا لن يكون نبيا ما بُعِث نبي من الأنبياء إلا بنبوة محمد وولاية وولاية والأئمة من بعده وهذا النص واضح في إمامة فاطمة فأين فاطمة فاطمة التي دارت على حبها القرون الأولى فاطمة التي ولايتها التكوينية والتشريعية مبسوطة على الأنبياء وغير الأنبياء فأين ذكر فاطمة فاطمة هي إمام الأئمة هنا في هذه الكلمة ما بُعِث نبي من الأنبياء إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده أول الأئمة من بعد علي فاطمة وإلا أين ذكر فاطمة صلوات الله عليها هل يُبعث الأنبياء من دون ولايتها هل هذا الكلام منطقي إن ني أتحدث بحسب ثقافة العترة الطاهرة بحسب قرآنهم المفسري بتفسيرهم وبحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم الكلام فيه تفصيل كثير لكنني لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إن لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وثر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلفت بن أمي ذهب ملكه ثم يملك بن العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينه فإذا اختلف ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغرب نعم وأهل القبلة ويلقى الناس جهد جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنف النف فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له رائحة أبدا حتى يموت أقرأ عليكم من رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي الطبعة الرابعة ألفين وأربعة ميلاد طهران إيران صفحة أربعة الحديث السابع بسنده عن أحمد بن حاتم يقول كتبت إليه كتب إلى إمامنا الهادي يعني أبو الحسن الثالث أبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي أسأله عمن آخذ معالم ديني معالم الدين العنوان الأول فيها العقيدة أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا أخو أحمد ابن حاتم الأخوان كتب إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه يسألان عمن يأخذان معالم دينهما الإمام كتب إليهما أرجع الجواب إليهما هو الذي كتب فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فاصمدا في دينكما أصمدا يعني أقصدا وتوجه مع ثبات مع صبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا صمدت إليه قصدته توجهت إليه بقصد ونية ثابتة مع ثبات وصبر فاصمدا في دينكما على مسن في بعض النسخ وعلى متين في حبنا والمعاني متقاربة فاصمدا في دينكما على مسن على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هذا هو الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في طريق التعجيل في مسار التعظيم السائلان هكذا سأل عما نأخذ معالم ديننا فجاء الجواب فاصمدا في دينكما على متين على مسن في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى سأخذ لكم صورة من واقع حوزة النجاف هذا هو الخوء هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة وهو من أهم كتبه وتقرار أبحاثه الجزء المتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد والاحتياط أذهب إلى صفحة 220 تحدث عن هذه الرواية ضعفها ضعف الرواية من جهة السند وضعفها أيضا من جهة المتن إنها ظهرت سقيفة من ساعد لكن ماذا يقول هذا القوئ وأما الرواية الثانية هذه الرواية التي قرأتها عليكم لقد ذكرها في صفحة 219 الرواية التي قرأتها عليكم ذكرها بنفسها في صفحة 219 وعلق عليها هنا في صفحة 220 وأما الرواية الثانية فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنه ما كافوكما إن شاء الله تعالى يقول هكذا الخوئ عنها وأما الرواية الثانية بعد أن ضعفها ضعف سند الرواية هنا يضعف متنها فهي غير معمول بها قطعاً لماذا من أين جئت بهذا الهراء من أين جئت بهذا الضراط بعبارة بعبارة أليق وأنسب يا أيها الخوئ من أين جئتنا بهذا الضراط يا أيها الخوئ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعاً حتى إذا كانت صحيحة السند هو أسقط سندها ولكن حتى على فرض صحة سندها فهي غير معمول بها قطعاً لماذا لماذا هل تعارض القرآن هل تعارض منطق العترة الطاهرة لماذا لأنها لا تأتي منسجمة مع منطق نواصب السقيفة بني ساعدة هذا هو السبب وإلا لماذا ماذا قالت هذه الرواية فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا على كل مسن في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى ما هو الخلل في هذه الرواية هو أسقط سندها لا شأن لي بهذه النقطة وإنما أتحدث عن كلامه بخصوص متنها يقول وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا تعارض القرآن القرآن هكذا يقول القرآن هكذا يقول في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله ومن أحبهم فقد أحب الله ومن أحب الله فقد أحبهم الذين آمنوا في عامة المؤمنين الخوء هنا يتحدث عن مراجع الدين في مواصفات مرجع التقليد يعني في خاصة المؤمنين هذا منطق القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبون هم كحب الله وهذه الآية بحسب تأويلهم لقرآنهم فيهم في محمد وآل محمد ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة الرواية موجودة في الكاف الشريف جاءت في الجزء الأول وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف لا أجد وقتا لاستخراج كل النصوص هذه الآية فيهم وهذا الحب حبهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من دون الله من دون أولياء الله من دون علي وآل علي يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية صريحة والذين آمنوا أشد حبا لله الحديث عن عامة المؤمنين الخوء هنا يتحدث عن مراجع الدين لأن الرواية تتحدث بهذا الصدد فهذان السائلان كتبا إلى الإمام الهادي يسألان عمّا يأخذان معالم دينهما إنهما يسألان عن المراجع عن الفقهاء عن العلماء الإمام الهادي أجابهم فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى الخوء هكذا يقول وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا يا أيها الخوء إنك تعارض القرآن ولذلك قلت لك ما هذا الضراط يا أيها الخوء هذا ضراط أنت يا أيها المرجع العظيم تضرط هنا يا أيها الخوء هذا ضراط هذا يعارض القرآن العظيم وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا يا أيها الخوء للجزم من أين جئتنا بهذا الجزم من أين جئتنا به إنه الجزم وفقا لمذاق نواصب سقيفة بني ساعد للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام من أين جئتنا بهذا الجزم هو لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم إذن حبه الشديد يكون لمن يا أيها الخوئ حبه الشديد سيكون للمرجعية لهذه المناصب الدنيوية التي تلبس بلباس الدين الذين ينتظرون موت السيستان هؤلاء مرجعة لا يتمنون أبدا أن يخرج الإمام في هذا الوقت يريدون أن يصل إلى المرجعية كي يتنعم بهذه المناصب إنهم يتنعمون بالرئاسة بما هي هي ليس بالضرورة أن يتنعم بنعم الدنيا المادية هؤلاء فتنتهم فتنة تخصهم وإن كانوا يتنعمون بالنعم المادية بالنساء والأموال بل حتى بغير ذلك لا أريد أن أخوض في هذه الجهاد وإنما سأقف عند ضراط هذا المرجع الذي يعارض القرآن هذا هو القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله هذه الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله عامة المؤمنين فما بالكم بخاصة المؤمنين فمن أين جئتنا يا أيها الخوئي العظيم بضراطك هذا من أين جئت به وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام إلى آخر كلامه أنا أسألكم هل سمعتم في كل هذه الدنيا عن عشيرة مثلا لا تشترط في شيخها أن يكون شديد التمسك بعشيرته وبأعرافها هل سمعتم زعيم حزب لا يشترطون فيه أن يكون شديد التمسك وشديد التعلق بفكرة ذلك الحزب وأهدافه ومشاريعه هل سمعتم في طائفة من الطوائف الدينية أن زعيمها لا يشترطون فيه أن يكون متمسكا بدين طائفته لماذا نحن الشيعة هكذا لماذا مراجع الشيعة هكذا هؤلاء هم المرجئة هؤلاء هم البترية هؤلاء ما هم بشيعة صاحب الزمان هؤلاء شيعة الطوسي هؤلاء هم السباريت هذا هو التشيع السبروتي أي تشيع هذا هذا ما هو بدين هذا ضراط بتمام معنى هذه الكلمة وأنا قاصد باستعمال هذه الكلمات أنا قاصد وأريد أن تثبت في صحيفة أعمالي كي أرد بها يوم القيامة على إمامي من أنني قلت وقلت وقلت متقربا إليه بذلك أريد أن أصف الأشياء بوصفها كما هي لا أريد أن أضحك عليكم بل هذا كثير كثير جدا على هذا الضلال الذي يتقيأ به هذا المرجع العظيم زعيم الحوزة العلمية أتباعه يقولون عن من أنه أعلم مراجع الشيعة على طول عصر الغيبة الكبرى هكذا يقولون إنه أضرط المراجع بحسب وإن كان الجميع يقولون بقوله هذا ما هذا السستاني أيضا يقول نفس الكلام يردد نفس الضراط هذا في كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير تأريخ الطبعة 2020 ميلادي إذا ذهبنا إلى صفحة 475 إنه يورد الرواية نفسها التي قرأتها عليكم من رجال الكش وبعد ذلك يعلق عليها السستاني فيقول والرواية مخدوشة من جهة السند ضعف سندها مثل ما فعل الخوئ السستاني إذا أردنا أن نقايسه بالخوئ من الجهة الحوزوية بحسب ضوابط الحوزة في النجف فهو لا يمثل خيطا في جوارب الخوئ ليس السستاني فقط سعيد الحكيم على إسحاق الفياط على بشير النجف وعلى البقية الباقية من عمائم النجف لا يشكلون خيطا في جوارب الخوئ والسستاني أوله إنه يردد كلام الخوئ والرواية مخدوشة من جهة السند كما يناقش فيها من جهة الدلالة من جهة المتن إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم من أين جئنا بهذا التسليم والإمام يشترط هذا فاصمد في دينكما على كل مسن على كل متين في حبنا وكثير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هؤلاء هم المرجئة هؤلاء هم البترية هؤلاء هم مراجع الواقفة في زماننا لقد وقفوا عند حدود ضلالهم وقفوا عند حدود مذاقي السقيفة بني ساعدة حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وهم يعارضون القرآن الكريم القرآن واضح وصريح والذين آمنوا أشد حبا لله فكيف يكون عامة المؤمنين بهذا الوصف من أنهم أشد حبا لله ويكون مراجعهم الذين هم أسوة لهم لا يتوهج حب محمد وآل محمد شديدا في قلوبهم أي منطق هذا هؤلاء هم البترية هؤلاء هم الذين يقولون للإمام الحجة ارجع لا حاجة لنا فيك مثلما لا حاجة لهم بشديد الحب لمحمد وآل محمد هم لا يستطيعون أن يصرحوا بما يدور في حقائق قلوبهم ومع ذلك لو قرأتم في كتبهم لوجدتم من أنهم يناقشون مسألة بهذه التفاهة يناقشون هذه المسألة أية مسألة يقولون هل يجوز للشيعة أن يقلد فقيها ناصبيا لكنه يفتي بطريقة الشيعة هذا الكلام يحدثنا عن كثير من الأشياء تدور في قلوب هؤلاء وإلا لو كانوا شيعة حقيقيين لما تطرق هذا المثال إلى أذانهم هم يبحثون هذا المثال في كتبهم في هذه الكتب وفي غيرها فقيه ناصبي ولكنه يفتي على طريقة الشيعة و في الواقع الشيعة الذين هم أتحدثوا عن مراجع حوزة النجف و كربلاء ليس عندهم من طريقة خاصة باستنباط الأحكام إنهم أخذوا طريقة الشافعي نحن الذين يقالوا لنا شيعة عبر زمان الغيبة الكبرى نحن في الحقيقة في الفقه شوافع و في العقيدة أشاعرة و معتزلة هذه حقيقتنا و هذا الكلام تثبته كتب المراجع أنفسهم و قد تحدثت عن هذا طويلا و كثيرا لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في البرامج السابقة هذا المنطق هو هو منطق الذين يقولون للإمام لا حاجة لنا بك هم هنا أيضا يقولون لأنهم في زمان الغيبة لا حاجة لنا بشديد حب أهل البيت لا نريد الحب الشديد لا يستطيعون أن يقولوا من أننا لا نريد حب أهل البيت أصلا لكنهم هكذا يقولون هذا الذي يستطيعون أن يقولوه فيقولون لا نشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لعلي وآل علي هؤلاء هم نواب صاحب الزمان ماذا تقولون أنتم ما أنتم تقلدون هؤلاء تقلدون الخوع وتقلدون السستان بقية المراجع على هذه العقيدة كلهم أنا لا أحدثكم من كتب الوهابيين هذه كتبهم هذا كتاب الخوع وهذا كتاب السستاني وكتاب السستاني هذا تأريخ طباعته مثل ما قرأت عليكم 2020 ميلاد الاجتهاد والتقليد والاحتياط وهو الجزء الخامس عشر من مجموعة كتبه موجود في المكتبات عودوا إلى صفحة أربعمية أو خمسة وسبعين ستقرؤون هذا الكلام وهذا الكلام هو ترديد لكلام الخوع في الكتاب الذي أشرت إلي التنقيح في شرح العروة الوثقة الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والتقليد والاحتياط صفحة 220 لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم من هو مرجع التقليد للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمره صلوات الله عليه هل أحتاج إلى تعليق يكون أكثر من ذلك الصورة واضحة الروايات التي قرأتها عليكم من أن بترية النجا من أن مرجعة النجف سيقولون للإمام لا حاجة لنا بك ها هم يقولون هذا الكلام الآن لا حاجة لنا لحب أهل البيت الحقيقي هم يقولون لا نشترط في المرجع أن يكون شديد الحب لأهل البيت لو كان عارفا لو كان عارفا لإمام زمانه لكان شديد الحب له لكنه ليس عارفا لإمام زمانه والذي لا يكون عارفا لإمام زمانه إذا ما مات مات ميتة جاهلية هؤلاء مرجئة هؤلاء بترية هؤلاء واقفة هذه حقيقة هذه حقيقة مراجع النجف وكربل أنا أحدثكم عن الخوئ وعن السيستان وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئ والسيستان هذا الكلام ينطبق على محمد باقر الصدر وينطبق على محسن الحكيم وينطبق على الذين قبلهم وينطبق على الأحياء الآن وينطبق على الذين سيأتون لأن المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة في المنهج هم جميعا أبناء هذا المنهج أبناء المنهج الطوسي الشافعي الأشعري المعتزلي الذي لا علاقة له بالمنهج الزهرائي المهدوي لا من خريب ولا من بعيد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر